فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ المجالس هذه لا بد أن تعمر بذكر الله بعض الاستراحات فضيلة الشيخ يقضي فيها الناس الساعات بدون ذكر وفي خوض لا فائدة فيه التوجين لفضيلتكم الاستراحات فيها شرور كثيرة وإذا لم إذا لم تضبط فإنها تكون أوكارا للشر وللسفه يجب ضبطها والجالسون سواء في الاستراحات أو في غيرهم لا يخلون مجالسهم من ذكر الله يذكرون الله فإذا جلسوا في مجلس لا يذكرون الله فيه فكأنما قاموا عن جيفة حمار كما في الحديث في الاستراحات وفي غيرها ولكن الاستراحات كما ذكرنا حصل يحصل فيها شرور كثيرة وإهمال كثير وربما يحصل فيها أيضا سوء فهم لأمور الدين وتعالم على بعض الجهلة وغير ذلك نعم ترجمة نانسي قنقر